أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين صباح الفلة عليكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات مهمة جدا وخطيرة لسيدة التوقعات ليلة عبداللطيف منها اختيال اتنين من رؤساء العالم وكان خلاص نقدر نقول كانت المحاولة قد تصل إلى النهاية وفي توقعات مهمة جدا في دولة عربية أو دولتين عربيتين بيواجهوا المشاكل بطريقة كبيرة وتوقعاتها لهم للفترة اللي جاي قبل ما نبدأ ونعرف كل التفاصيل دي كلها ياريت الناس الجديدة معنا أو أول مرة تشوفنا بتنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولو بعجبكم الفيديو يا جماعة ما تبخلوش علينا باللايك والشير ليلة عبداللطيف الحقيقة في الفيديو اللي هي قديم بتاريخ ستة تلاتة نازل على القناة الرسمية على اليوتيوب كانت قيلة أن بتتكلم كده على الرئيس بوتن وبتقول له مرة جديدة أحذر الرئيس الروسي بوتن وأنصحه أن يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على أمنه وأمانه وخصوصا خلال المرحلة القادمة وبالفعل توقع تحقق اليومين اللي فاتوا سمعنا أن يوم 15-9 اللي فات كشفت صحيفة اسمها زي صن البريطانية عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة اختيال بعد بدء الحرب على أوكرانيا وأكدت أن توقيت محاولة الاختيال لم يحدد مشيرة إلى أن سيارة بوتن الخاصة تعرضت لهجوم مباشر وأشارت المصادر لأن الرئيس الروسي لم يصب بأذى موضحة أن جهاز الأمن الروسي اعتقل رئيس الحلس الشخص البوتن والعديد من الأشخاص الآخرين بعد محاولة الاختيال الغامدة وقالوا أن اللي حصل كان ماشي في موقب سري وجه عربية أو واحد سايق متساكل وراح رمكم بلع العربية اللي حصل أن الإطار بتاع العربية هو اللي ولع وبعدين ما حصلش أي حاجة لبوتن ده على حسب كلامه ولكن النهاردة الغريب أن طلع السكرتير الصحف للرئيس الروسي وقال يا جماعة الكلام ده مش حقيقي ده مزاعم أن حصل كده الكلام ده مش مظبوط ولكن الله أعلم ممكن يكون حقيقي وبيقوله كده عشان يكتبوا الخبر أو ممكن يكون الموضوع أن هما بيخوفوا العالم بأن روسيا عادي ممكن يحصل لأي وقت محاولة اختيال لأي رئيس في العالم وده شيء طبيعي في الأيام اللي احنا عايشنا ده أول توقع قالته لأي العبداللطيف وتحقق بالفعل مش كده بس هننقل شوية لدولة عربية كمان وكانت قيلة أن تتجه أنظار على مطارات الدول العربية من جديد وبسبب أحداث مؤسفة تتجه الأنظار على مطارات الدول العربية من جديد وبسبب أحداث مؤسفة لانتبع معنا الأخبار شايف اللي بيحصل في دمشق وشايف اللي بيحصل في حلب المطارين دول كل شوية إسرائيل بتعمل عليهم قصف بسبب أنها عايزة توقف إيران منها تنقل أسلحة للميليشيات الموجودة داخل سوريا أو أنها توقف نشر الأسلحة الحزب اللي في لبنان من كم ساعة تقريبا مش بعيد الموضوع حصل أن فيه كان فيه قصف على مطار دمشق والمحيط بتاعه ومات فيها خمس جنود سوريين من الجيش السوري والموضوع برضو مقلوب ومحدش عارف الموضوع هيخلص على فين قالت وكالة الأنباء من حوالي ساعتين نفذ العدو الإسرائيلي عدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحير التبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وصائد الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها وأدى العدوان لاستشهاد خمسة عسكريين وقوع بعض الخسائر المادية ده غير طبعا مطار حلب اللي توقف عن الخدمة مرتين في أسبوع واحد وبوزوا حاجات كتير داخل المطار لدرجة ان هم وقفوا ان في رحلات تطلع أو تيجي في مطار حلب ده بالنسبة للتوقع التاني للالة عبداللطيف وبالفعل تحقق خلال هذه الأيام يعني مش بعيدة يعني احنا متكلم عن ساعتين ومش بس رئيس بوتن هو اللي تعرض لمحاولة اختيال ولكن كمان يا جماعة سمعنا ان الرئيس الأوكراني اتعرض لمحاولة ولكن ليلة عبداللطيف شايفة ان محاولة اختيالاته دي في واحدة منها تنجح قالت كده في التوقعات الرئيس الأوكراني أراه في دائرة الخطر الشديد للأسف خلال المرحلة القادمة وتبقى الأعمار بيد الله وبكل الأحوال اني لا أرى الرئيس الأوكراني في الوجهة السياسية الأوكرانية خلال الأشهر أو السنوات القادمة وحس ان مصيره بيشبه اللي حصل للرئيس علي عبدالله صالح اللي هو رئيس اليمن أو القذافي أو صدام حسين يعني هيتقتل بأي موتة من الموتات الرؤساء التلاتة طبعا ونزل خبر من قريب من حوالي يوم أو الاثنين بيتكلمه عن زلنسكي تعرض لحادث سير وسط تكاهنات بنجاحه من محاولة الاختيال والخبر بيقول بقى دي مش صحيفة بريطانية زي اللي حصل مع الرئيس الروسي لا يا جماعة دي الرئيسة الأوكرانية نفسها قالت ان الرئيس فلادامير زلنسكي تعرض لحادث سير صغير في كييف وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني في بيان انه خضع لفحص طبي ولم يكن مصاب بأي إصابات خطيرة واضاف ان الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة بسيارة الرئيس الأوكراني وسيارات مرافقة له في كييف وقدم المصعفون المرافقون للرئيس مساعدات طريقة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة اسعيف هل دي برضو اختيال او محاولة اختيال ولا مجرد حدثة صدفة واعتقد ان لما الرئيس يعمل حدثة بالعربية ما تبقاش صدفة أبدا اعتقد ان كان وراها محاولة اختيال كمان معانا من ضمن الحاجات اللي برضو نتكلم عنها ليلة عبداللطيف قالت ان شايفة مشهد من الفوضى والشغب والغضب سوف نرى أمام أحد البنوك أو المصارف اللبنانية وبالفعل اديكوا شايفين النهاردة بس نزل خبر بيقول ان كان فيه أكتر من عشر محاولات الاقتحام بنوك لبنانية علشان المدعين عايزين ياخدوا فلوسهم دول مش حرمية ياخدوا فلوس الناس التانية لأ دول هما عايزين ياخدوا فلوسهم بس بالكوة اللي شجع الموضوع او المحاولات دي كلها اللبنانية سالي سالي ليها أخت مريضة بالسرطان بحتاجة فلوس عشان تعالج اختها فراحت البنك بنك اسمه بلوم تقريبا بلوم بنك وراحت هناك معها مسدس بلاستيك هددتهم بيه بس هما طبعا ما تنوشش عرفوا انه بلاستيك وقعدت تقول لهم هقتلكم وهقتل نفسي لو ما تنوش الفلوس وكان المفروض لها تلاتين الف دولار في البنك قدرت انها تتحصل على تلاتاشر الف فقط وراحت ادتهم لاختها التانية علشان تلحق اختها اللي في المستشفى تتعالج بيه وعامتا اختها بتقول ان التلاتاشر الف دولار ولا حاجة جنب علاج اختها حنان اللي في المستشفى بتتعالج بالسرطان والغريب في الموضوع ان حنان شجعت الناس لما شفت الخبر على التلفزيون اللي اختها بتعمل ده كله قالت ان المفروض الناس كلها تنزل تعمل كده قالت كده انا بشجع كل الموضعين على استرجاع اموالهم ولو بالقوة لانها حق مكتسب لهم وكل الناس نزلت وكل الناس قالت اللي بيحصل ده طبيعي تلمى البنوك مش رادة تدي فلوس للناس الناس خلاص اللي بيموت واللي محتاج للدوى واللي محتاج واللي محتاج واللي محتاج الناس قرفت ومحدش بيديهم حاجة ودي فلوسهم وحقهم وهم مش اعايزين ادهالهم فالموضوع كتر جدا لدرجة ان صدر القرار النهاردة ان البنوك كلها تتقفل لمدة 3 ايام ولكن المدعين لما لقوا ان هم عملوا القانون ده فراحوا قالوا لهم انتو لو ما فتحتوش البنوك احنا هنروح بيوت اصحاب البنوك دي نفسها وناخد فلوسنا منهم فالتهديد بدأ يتصعد اكتر واكتر والتوقع الليلة عبداللطيف قالت مش بس هيحصل في لبنان ولكن هي متوقعة ان يحصل كمان في دولة عربية تانية قالت ان هذا المشهد شايفاء بيتكرر في دولة عربية والدولة دي هتواجه ازمة مالية حدا قد تصل لحدود انهيار العملة الوطنية وتدخل في ازمة نقدية خانقة وخطيرة يعني شايفة نفس المصير ده لدولة عربية اخرى اخر توقع ليت ليلة عبداللطيف وتحقق بالفعل مصر وقطر او كطر ومصر كلنا عارفين ان اول واحدة توقعت عودة العلاقات ما بين مصر وقطر هي كانت ليلة عبداللطيف قبل ما اصلا يحصل تصالح برعاية السعودية كلام ده ليلة عبداللطيف اول واحدة شايفة كده وكانت لسه قيلة السنة دي ان شايفة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطر وشايفة زيارة برضو مفاجأة من امير كطر لمصر وبالفعل توقعها تحقق في 14-9 اللي فات كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في الزيارة لدولة كطر وقعد هناك لمدة يومين واتفقوا على حاجات كتير منهم ثلاث مذكرات تفاهم وكان المذكرات دي منها في الطاقة ومنها في كلام عن سياسات وحاجات مهمة جدا وزيارة السيسي في قطر بتعد الاولى من نوعها وذلك تلبية للدعوة الموجهة اليه من الامير تميم بن حمد الثاني وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قد نشر في وقته سابق بيان على صفحته على فيسبوك بيقول فيه ان بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الشلساء لمدينة الدوحة في الزيارة الرسمية لمدة يومين وان الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الاخيرة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز اطر التعاون السنائي المشترك على جميع الاصعادة وقال كمان المتحدث الجمهورية ان الرئيس المصري سيبحث مع امير دولة قطر اهم محاور العلاقات السنائية اللي بتجمع البلدين فضلا عن التشاور والتنصيق حول مختلف القضايا الاخلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الرهنة التي تتطلب تضافر الجهود من اجل حماية الامن القومي العربي ودي اكتر التوقعات اللي قلتها ليلة عبداللطيف وتحققت بالفعل زي ما انتم شايفين خمس توقعات كان في محاولة اختيال البوتن الله اعلم حقيقية ولا لأ ويلز النسكي ودمشق بتتعرض للقصف المطار بتاعها وايضا البنوك في لبنان بتتعرض لفوضى والسرقة واخر حاجة العلاقات المصرية القطرية بتعود لما جاريها شكرا لحضراتكم اشوفكم بوقت كديد وبفيديوهات اكتر عن اكتر المتوقعين واهم الاخبار اللي بتحصل حوالينا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس اشتركوا في القناة